حميون من ايه ده هم عاديين في الشريط صغير حريك عارفة طبعا يعني سوريا دوقتي بتعمل ازاي بقيت عاملة زاي رقعة شرطان جيعا بصرف النظر عن تقييمنا وتقييم حضرتك لرئيس بشار الاسد احنا مشينا يعني في مناطق كتير لا انت ماشيا انت ماشيا وطلعنا مثلا مش بس في دمشق انا طلعت بلودان والزبدان يا حكتة كانت ايوة مو بلودان وفي النهاية برضو ده الجزء اللي مسيطر عليه الحكومة السورية الحمد لله قبل ما تسيطر على كل سوريا بإذن الله وترجع سوريا لشعبها الحقيقة المشكلة عمر ما لازم الناس تبقى فاهمة هو الرئيس بشار بيحارب مين هو مش بيحارب شعبه يعني الصورة اللي وصلة عارف ايام ما كانوا مضلللنا قناة الجزيرة لما كانت ايام مبارك كان بيجيب ناس مقتولين في التحرير وبعدين نزل على السوشال ميديا واحد حطت كاتشب ولا ايه على تشارتة ابيض كده فحد بيشيل تشارتة امزقه برجله صاحي وبيمثل انه ميت عارف الكمبارس اللي بيجيبهم يمثله بس انت حالك عارفة انه كتير ماتوا بجد في سوريا كتير ماتوا بجد بلازم لا اي حرب لها دحاية اي حرب لها دحاية لكن هو بيحارب مين هو بيحارب مين بيحارب يجي 35 جنسية لو هي المسألة مسألة بين سوريين وسوريين او فعلا في معارضة وطلبين تغيير للاحسن انه تعاطف معهم من كل قلبنا انا مع كل الشعب السوري اللي مع بشار على فكرة واللي مش مع بشار لان في الاخر دول اهلنا يعني دول يعني سوريا كلها تهمني لكن انا ضد كل المرتزقة اللي هو بقت مهنتهم الحرب الحرب بقت مهنة يا عمر لا غير المرتزقة هو بقى كل الجانب الاخر هي جنسيات مختلفة انا عندي صديقة فعلا برضو كلمت معها هي في سلك القضاء وكيلة نيابة قالتلي كل اللي بيطئبت عليهم من الجانب الاخر بيجبوهم تحقق معه بتقول لي نادرا لما بيجي واحد سوري لا انا عندي ليك معلومة هو في سوريين في ليبي ومصري وسعودي فيه طبعا وماليزي وكوكازي وشيشاني وبص كل انواع الجنسيات اللي تتخيلها هو فيه اه مدام الهن بس وفيه برضو سوريين وفيه سوريين بيتقتلوا وفيه اطفال وفيه استخدام ليه الاسلحة الكموية وبيضربهم بالبراميل المتفجرة وكل اشياء ولا حصل في حلب هو الكلام ده احنا ليه انت ليه متأكد منه انه ما بيموتش سوريين ده مش حقيقي انت متأكد انه مماش سوريين لا احكاية الكيماوي وهو ما عملش الحاجات دي طبعا السوريين بيموتوا بايه يعني السوريين اللي بيموتوا هناك بيموتوا بايه ما وفيه جانب اخر عنده مصلحة ان البلد دي تفضل مش عالي لها لا انا فهم حقيقي يعني انا وانت ممكن نختلف على اشياء ممكن عايزة تختلف على الكيماوي عايزة تتفقي عايزة على البراميل المتفجرة عايزة تختلف زي ما انت عايزة بس انا وانت اكيد متفقي ان فيه سوريين كتير ماتوا والله لما يبقى فيه جيش معلش لما يبقى فيه جيش بيحارب الارهاب غصب عنه الارهاب ده هو عايشين في وسط الناس فهيبقى فيه ضحايا بالتأكيد وعلى فكرة انا بزعل على الاتنين وبيموت انا برضو معايا لان هو اكيد يعني الناس دي لو كانت لقيت طريقة تانية لحياة اكرم ما كانتش انضمت لهذه الجماعات اللي بتعمل لهم غسيل موخ واللي تخليهم يعني يقتلوا شعبهم ويقتلوا الجيش بتاعهم ويدمروا بلدهم وهو الدمار ده مين اللي هيدفعه بعد كده مش دي الدولة السورية مش دي فلوس منهم يعني مش دي حاجتهم فعشان حد يبقى بيدمر في بلده وبيقتل في شعبه يعني الجيش اللي انت بتضربه ده اللي انت بتموته لان انا سمعت حاجات الحقيقة غريبة في العنف في التعامل مع الجيش هل ما اقولي يعني سمعت من رئيسة مجلس الشعب وهي سيدة محترمة جدا الدكتورة هدية عباس قالتلي في عيد الاطحى كانوا لما بيمسكوا جندي عسكري بيتدبح ويتعلق من رجليه زي الدبيحة ويكتبوا ان ده ضحية عيد الاطحى ويصوروا الناس دي يعني ايه هذا العنف الفضيع الجيش ده مين ما هو الجيش ده من كل بيت سوري يعني انت بتقتل في شعبك مفيش بقى لا دين ولا ملة ولا اي حاجة والعقل تقول ان حد يقتل في شعبك على اليوم والموضوع ده يعني احنا اختلف كتير انا رأي مختلف عن رأي حضرتك وطبعا انت كنت قاعدة مع اسات الجدل والكلام في سوريا وانا عارف انهم قادرين جدا انهم يثبتوا لك انها حرب مقدسة وانهم مظلومين وانهم بيدفعوا عن سوريا لا هم بتأكيد مظلومين يعني ده انت حرة في رأيك يعني طبعا اشتركوا في القناة